موسيقى أعلنت الولايات المتحدة عن تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري موفداً لواشنطن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في الأثناء أعلنت الخارجية الأمريكية أن تركيا متفقة مع الولايات المتحدة على ضرورة خروج القوات الإيرانية من سوريا جيمس جيفري خليفة لبريت ماكورغ المستقيل في تمثيل مصالح الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى المهمة التي يقوم بها كمبعوث خاص لبلاده إلى شأن سوري الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن جيفري سيكلف بقيادة وتنسيق جهود الخارجية الأمريكية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية من سوريا بالتنسيق مع حلفاء واشنطن وشركائها دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق وعلى رأسها الهزيمة النهائية لداعش بيان الخارجية أوضح كذلك أنه لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا مبينا أن الانسحاب سيكون منسقا جدا لضمان عدم ترك فجوات يمكن أن يستغلها الإرهابيون في سياق متصل أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة مغادرة القوات الإيرانية للأراضي السورية المسؤول أكد كذلك على أن تركيا متفقة مع بلاده بأنه لا مصلحة لأي كان في أن يشكل ما يسمى الحرس الثوري الإيراني قاعدة لاستعراض القوى في سوريا يمكن أن تستخدم في تهديد الدول المجاورة لها من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف بحث عبر مكالمات هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد الأوضاع في سوريا الدفاع الروسية قالت نيجراسيموف ودانفورد شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا وتناول خلال الاتصال وجهات النظر حول الوضع في سوريا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وأشارت مصادر مطلعة أن الاتصال يأتي أيضا في سياق تنسيق الجهود المشتركة للعمل من أجل إخراج قوات الإيرانية من سوريا خاصة وأنه يتزامن مع زيارة دانفورد مع وفد بلاده إلى تركيا في الإطار ذاته والحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع موضوع إخراج القوات الإيرانية من سوريا والسياسة الأمريكية المتبعة لتحقيق ذلك يسعدني أن أرحب بضيفي من واشنطن دكتور حسن منامنا محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط دكتور حسن مساء الخير مساء النور كل عام منتب خير منتب خير ينعد عليه دكتور حسن الآن ماكورغ خلفا جيمس جيفري خلفا لماكورغ هنا لو تساءلنا عن مدى فعالية جيمس جيفري في هذا المنصب على صعيدين صعيد ملف محاربة تنظيم داعش الإرهابي وملف إخراج إيران والعلاقات مع تركيا دكتور حسن نعم المسألة هي ليست حول مدى فعالية جيمس جيفري ولا حتى حول وحدة القرار في المؤسسات الأمريكية إذ تمت إجماع على مستوى وزارة الخارجية الاستخبارات المجلس الأمن الوطني وزارة الدفاع حول اعتبار سوريا مسرحا هاما من مسارح مواجهة إيران ولكن الخارج عن هذا الإجماع هو الصاحب القول الفصل أي البيت الأبيض وواضح بأن جيفري لم يتم نعم الرئيس بأن السوريا مهمة لمسألة تطويق إيران وإلا لما كان أعلن الرئيس هذا القرار المفاجئ بالانسحاب إذن ما نحن أمامه اليوم هو محاولة إعادة زخم على مستوى هذه المؤسسات باتجاه إقناع الرئيس بأنه فعلا إذا كان المطلوب تطويق إيران على مستوى المنطقة إذا كان المطلوب الحد من نفوذ إيران على مستوى المنطقة فلابد من التطرق إلى المسألة السورية وعدم الاستعجال بالانسحاب طب هنا بيت القصيد المسألة السورية والمشهد السوري الآن يعني كل التصريحات الصادرة من قبل الرئيس الأمريكي تخالف حقيقة الأمر فيما يتعلق بستراتيجية إخراج إيران مساعدة الحلفاء واشنطن في موضوع القضاء على تنظيم داعش الإرهابي دكتور حسن لاحظ بأن الحديث عن تنظيم الدولة يأتي من أجل استقطاب الرئيس لأنه يعتبر بالشكل التبسيطي التصطيحي للواقع السوري يعتبر بأن الوجود الأمريكي في سوريا يهدف أولا وأخيرا إلى إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة ومن وجهة نظره هذا قد تحقق المحاولات هي أولا أن يقال له لا لم يتحقق لا تزال هناك قتال لتنظيم الدولة في سوريا والأهم هو بأن الموضوع ليس فقط تنظيم الدولة ولكنه كذلك إيران وهذا إلى اليوم لم يصدر عن الرئيس ما يشير إلى موافقته على هذه الرؤية نحن أمام مهل إضافية ولسنا أمام تبدل بالقرار طيب عن موضوع شخصية جيمس جيفري هل برأيكم تم اختياره وتسليمه هذه الملفات للاستقطاب تركيا تكون أقرب إلى واشنطن فيما تم الحديث عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي وأردوغان دكتور حسن لا جيمس جيفري عين مسؤول عن الملف السوري نتيجة للكفاءة التي يتمتع بها هو خبر الموضوع العراقي خبر الموضوع السوري إذن كان الرجل الكفء الذي كان من المطلوب حقيقة أن يتولى المسألة ولكن ما ينفع أن تكون الكفاءة على مستوى جيمس جيفري إن لم يكن هناك غطاء سياسي من جانب الرئيس يقول بأن ما تطرحه ما تقدمه هو بالفعل ما سوف أعتمده هو لا يعتمد على الخبرة الآن عينة وصعت صلاحياته لأن هناك فراغ ولابد من ملء هذا الفراغ وليس هناك من يتناطح الفراغ بل العكس والصحيح ما يقضم عليه الرئيس من قرارات ارتجالية تبعد من هم أصحاب كفاءة ولكن جيمس جيفري ملتزم بالموضوع وهو صاحب الرؤية التي تقول لابد من الالتفات إلى الموضوع السوري وبجدية لابد من المحافظة على الأوراق في سوريا بجدية من أجل التصدي للمشروع الإيراني على هذا الأساس هو طبعا صاحب الكفاءة ولكن مجددا أقول ما لم يصدر عن الرئيس الأمريكي ما يصادق على هذه الرؤية فنحن أمام مهلة جديدة ولكن لا تبديل في القرار طيب دكتور حسن موضوع التصريحات الأخيرة التي صدرت من مايك بومبيو حول المخافة من القيام الأتراك دعنا نقول قيام بمجزرة بحق الكرد في مناطق الشمال السوري مذكرا أيضا أو مذكرا أيضا بالمجازر التركية بحق الأرمن هذا التصريح أغضب الأتراك ومن المعلوم بأن هناك وفد أمريكي سيزور أنقرة لبحث القضايا المتعلقة بموضوع الملف السوري هنا كيفية حماية دعنا نقول مكونات الشمال السوري بعد هذا الكلام الذي صدر من مايك بومبيو مع الأتراك دكتور حسن واقع الأمر هذا الكلام يجب أن لا يطمئن أحد في سوريا لأنه وضع صقفا متدنيا جدا للاعتراض على الدور التركي في سوريا إذا كان الاعتراض الأمريكي يقتصر على أن ترتكب تركيا مجازر بحق الأكراد في سوريا فما هو أقل من ذلك تلقائيا يصبح مقبولا هذا أمر خطير جدا حقيقة أي الدخول العسكري التركي إذا جاء بشكل قوة طاغية إلى حد لا يمكن معه المقاومة هذا لا بأس به نحن هنا نتحدث عن محاولة من بومبيو لتطويق كلام الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي ارتجل أردوغان فهي لك افعل بها ما شئت هذا لم يكن كلاما ناتجا عن قرار وعن تروي وعن رؤية وعن بعض نظر هذا كان كلاما ارتجاليا عائدا إلى رغبة الرئيس الأمريكي بالانسحاب السريع لبل ما نقل عن أردوغان بأن الرئيس التركي نفسه تفاجأ وحاول تلطيف الموقف ولكن اليوم بومبيو عندما يتحدث بهذه اللغة يبدو كأنه يصطف مع المكون الكردي في سوريا ولكن حقيقة الأمر عند التمحيص بهذا القول هو قول خطير المطلوب من الولايات المتحدة نرضى بأن يتعرض الحلفاء والشركاء والمتعاقدون الذين هم معنا إلى تجاوزات من حلفاء لنا لم يقلها بهذا الشكل وضع سقفا متدنيا جدا عندما قال بأن الولايات المتحدة لا تريد مجزرة بحق الأكرار طيب هذا التصريح وكل ما تقوم به الآن الإدارة يعني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يبعث دعنا نقول قلق باتجاه تقارب أكثر بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق في هذه الجزئية وفي هذه الفترة الراهنة في ظل ما أشرت حضرتك إليه دكتور حسن بالفعل هناك لكنها يكون خطأ جسيم من جانب قوات سوريا الديمقراطية هناك حلفاء آخرون على هذه القوات وعلى أي طرف حقيقة يسعى في نهاية المطافة أن لا يكون ديمقراطيا بالاسم فقط بل أن يكون ديمقراطيا بالفعل أن يتوجه إليها أتحدث تحديدا عن أوروبا أوروبا التي هي ملتزمة على الأقل أخلاقيا ولكن دفع هذا الاتزام الأخلاقي بما يتجاوز ذلك ومطالبة أوروبا بأن تكون هي الضاغطة على الولايات المتحدة إذا كان بوسعها ذلك طبعا في ظل هذه الرئاسة العشوائية للولايات المتحدة ولكن هنا نتحدث حقيقة هو اختبار هناك العديد من علامات الاستخدام بشأن التجربة في الشمال الشرقي السوري هذا اختبار إذا كان لجوء السلطة السياسية أو الجانب السياسي إلى نظام دمشق فحقيقة أقولها يكون نتيجة الاختبار هو الفشل لأننا هنا نتحدث بالتالي ليس عن رؤية جديدة لسوريا ولكن عن أي رؤية تضمن ما بنظر البعض هو مجرد السعي إلى الانفصال لتجاوز ذلك لابد من التعويل على الحلفاء المبدئيين وخاصة الأوروبيين طب في هذه الجزئية هل لدى الحلفاء قدرة لأن يحلوا محل الولايات المتحدة الأمريكية في حال قررت بالفعل الانسحاب وكما شرط حضرتك أنه يكون هناك ضوء بشكل أو بآخر للأتراك بالقيام بعملية عسكرية ضد هذه المنطقة دكتور حسن وقال عمر هنا لذلك أقول لا ليس هناك ما هو واضح بهذا الشأن كل التصورات الممكنة واردة هل من الممكن الإبقاء على قوة رمزية تكون لحلف الناتو مثلا على الحدود لمنع الدخول التركي أو إن لم يكن الناتو فتكون مثلا فرنسية بريطانية إلى ما هناك هل في نهاية المطاف تركيا كلمية لرئاسة تركية لا تريد معركة تؤدي إلى فتح جرح لا يندمل هي تريد نوع من النصر السريع إذن إذا ما تبين بأنها غير قادرة على ذلك لابد من هنا مجددا التجربة في الشمال الشرقي السوري لها إيجابيات ولكن العديد ينظر إليها بمنظور الريبة إذا كان التحالف إذا جرى التحالف مع نظام دمشق أو حتى مع الإيرانيين والروس يكون من ارتاب من هذه التجربة يشعر وكأنه كان على حق مطلوب جدا إذا كان بالفعل الهدف تجربة ديمقراطية تؤسس للسوريا ديمقراطية لابد من تجاوز هذه التصورات إلى تصور يفي بالحاجة المبدئية بالإضافة إلى الحاجة الميدانية طيب دكتور حسن بالحديث عن الرفض من داخل الإدارة الأمريكية لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيام بعملية سريعة لسحب القوات ومن ثم رأينا أيضا في ظل هذه الضغوطات تصريحات أخرى أشار فيها الرئيس الأمريكي لسحب بطيء لهذه القوات من سوريا واختيار شخصية جون بولتون بالقيام بالذهاب إلى تركيا يعني إلى أي مدى تشير هذه المعطيات هل سيكون هناك قرار آخر جديد فيما يتعلق بشمال شرق سوريا دكتور حسن ما تشير إليه جميع هذه المعطيات هي بأن الرئيس بعدما استفاد من الضجة الإعلامية بخصوص قراره بالانسحاب عاد إلى بعض التروي نتيجة الإجماع لدى المؤسسات التي لها صفة استشارية وليس صفة تنفيذية إيزاء أي أنه ليس هناك رفض لا تستطيع المؤسسات أن ترفض قرار الرئيس ولكن بوسعها أن تنفذ وأن تعترض وهذا ما يجري الخطة تجارية على الأرض للانسحاب ولكن هناك اعتراض ضني يصل إلى الرئيس ودعوة إلى التروي هو الآن سائر لكن أقولها مجددا كما في المرة الماضية عندما الصمت لأشهر بعد قرار الانسحاب هذا الرئيس ما لم يبدل الموقف وليس ما يشير على الإطلاق على أي اهتمام من جانبه لتبين الأموم لتبديل الموقف يؤجل ولكنه لن يعمل على أي ما يضمن استمرارا أمريكيا في سوريا حقيقة الأمر المطلوب من أي تجربة ديمقراطية في سوريا أن تتواصل مع ما يتعدى الرئيس أن تتواصل مع الكونغرس في الولايات المتحدة أن تتواصل مع الجمهور ولكن أقولها مجددا كلا عديد من علامات الاستفهام على التجربة في الشمال الشرقي السوري ولابد لهذه التجربة من أن تنضج بالتالي من خلال تجاوز القرارات الارتجالية للرئيس عبر علاقات طويلة الأمد ترتقي بها من مستوى التعاقد لأننا علينا أن نتذكر هنا يتعامل الرئيس الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية من منطق التعاقد لا من منطق الشراكة ولا من منطق التحالف أي أنه لا يريد أن يموت جنود أمريكيين على الأرض السورية فليموت السوريون هذا ما يريده بدلا من الأمريكيين مطلوب من أي تجربة حقيقة ديمقراطية أن ترد تحالف إلى مستوى الشراكة ثم التحالف من خلال ما يتعدى التواصل مع البيت الأبيض والتواصل المدني طيب دكتور حسن بسؤال أخير وبدقيقة إجابة من حضرتك يعني الآن الرئيس الأمريكي حتى المرة الماضية لما حكى عن الانسحاب تحدث عن ناتو عربي وهناك معلومات تفيد ممكن أن يكون هناك قوات عربية تملأ مكان القوات الأمريكي في هذه الجزئية برأيكم هل سيتحقق في نهاية المطاف هذه النبوءة من قبل رئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أضغط أحلام أي قوة عربية نستطيع أن نتحدث إذا لم يكن هناك توافق نظري أي اسمي شكلي لا مجال الجيش المصري لم ينتهي القوات الإماراتية والسعودية في اليمن هذا كلام هو للتصويق وربما للتمويل ولكنه ليس للتنفيذ طيفي من واشنطن دكتور حسن منامنا محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى رحابة صدرك وعلى كل الإضاءات التي أنرتبها حلقتي للليلة مشاهدين معدنا يتجادت بكم على رأس ساعة ترجمة نانسي قنقر